بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي هو في علوه كائن الذي هو في علمه محيط والذي هو في عزه لطيف وفي فعله حميد وفي مجده منير بسم الرحمن الرحيم المفرج الوهاب مسبب الأسباب ومفتح الأبواب رازق البشر كاشف الكربات سابغ النعم أجود الأجودين أبصر الناظرين مغني البائس الفقير الذي العسير عليه يسير والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد ملء السماوات والرادين وملء ما بينهما عدد ما أحصى كتاب الله تعالى وصلي يا ربي صلي وسلم على سيدنا محمد عين الأعيان عين الأعيان والسبب في وجود كل إنسان الذي شيد أركان الشريعة للعالمين والذي أوضح أفعال الطريقة للسائلين والذي رمز في علوم الحقيقة للعارفين صلي يا ربي صلي وسلم عليه صلاة طليق بجنابه الشريف ومقامه المنيف وسلم سلاما دائما يا الله يا رحمن يا رحيم صلي يا ربي يا مولاي على سيدنا محمد الذي زين مقاصير القلوب وأظهر سرائر الغيوب باب كل طالب ودليل كل محجوب صلي يا ربي وسلم عليه ما طلعت شمس الأكوان على الوجود صلي وسلم وبارك وأنعم وتفضل على من أفاض علينا بأمداد سحائب الجود يا الله يا رحمن يا رحيم صلي على سيدنا محمد صلاة تدني بعيدنا إلى الحضرات الربانية وتذهب بقريبنا إلى ما لا نهاية له من المقامات الإحسانية ربي حبيبي مولاي خالقي رازقي صلي على سيدنا محمد صلاة تنشرح بها الصدور وتهون بها الأمور وتنكشف بها الستور وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحباب الكرام أخوكم أبو حور صاحب قناة الرائدة في الروحانية جاءكم بسر عجيب غريب ألا وهو هذا السر كما هو فقد جمعت لكم من كل فن ومنهاج فالسالك في طريق مراده ولا يسأل عن اختلاط الأعلى بالأدنى لأنه في ذلك سر عجيب غريب في طريق مراده ولا تسأل إلا من كشف الله عن بصيرته أو من تكلم فغانم أو سكت فسلم اسمه تعالى الحي القيوم اعلموا أنه من داوم على ذكر اسم الله تعالى الحي القيوم كل يوم عدد الأعداد يعني 174 وعدده حي 18 والقيوم 156 هكذا تكون 174 الواقع عليه إلى أن يغلب عليه منه حال الأسماء بعد الطهارة الكاملة والشرط التي لابد منها الشروط أولا أن تكون في خلوة بعيدة عن الناس ثانيا أن يكون لباسك حلالة ثالثا أن يكون طعامك حلالة رابعا أن تكون صائمة خامسا أن لا تأكل إلا القليل من الطعام فإن تعديت الأكل هذا النمط فسد عملك سادسا أن تغتسل كل يوم يعني تستحلم كل يوم سابعا أن لا تأكل ما فيه روح ثامنا أن لا تنام إلا على غفلة تاسعا أن لا تشتغل إلا بذلك عاشرا أن لا تجلس إلا على حصى أو تراب وأنت مستقبل قبلة لا تجلس إلا على حصى أو تراب وأنت مستقبل قبلة حادي عشر أن تكون خاضع الرأس ثاني عشر أن تنوي العبودية لله تعالى ولا تنوي بها كشف الحجاب ثالث عشر مهما انتقد وضوء جدد أعيد الوضوء رابع عشر أن تبخر ببخور طيب لأن الملوك الروحانية تحب الروائح الطيبة خامس عشر أن لا تتكلم مع أي أحد مدة الخلوة سادس عشر أن تباشر كل ما تحتاجه بيدك سابع عشر أن تكتر من البكاء والنذامة تامن عشر أن لا تلبس إلا تيابا رفيعة في تلك المدة تاسع عشر أن يكون لباسك أبيض لا سواد فيه والموفق العشرون وأن تكون على يقين أن الله تعالى يجيب دعوتك ويجيب لك سيستجيب يعرف قدر هذه الشروط فإنك لا تجنيها من ديوان ولا من كتاب ولا من أحد من الأعيان وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والآن أرجع بحضراتكم إلى ما نحن بسبيله من الأسماء الحسنى أعني اسم الجلالة وهو اسم الله تعالى الحي القيوم الحي القيوم إذا وصلت أيها السالك بهاته الأسماء المقامات العالية في الحال وامتزج الدكر مع عوالمك الحسية سمعت الهواتف يخاطبونك من كل جهة بكل لغة عجيبة وأقوال قدسية فحينئذ أترك اسمين من هذا الدكر وابقى ذاكرا ليلا ونهارا اسمه تعالى القيوم ما فقاش تقول الحي القيوم هذا من اللي تسمع بأنه لو يخاطبوك ويهاتفوك الأرواح ابتعد عن الحي وابقى القيوم فقط ثم يذهب عنك النوم سيدهب عنك النوم وأنت في سلوكك قد تمتد بالقوة الصمدانية صبح صامدا فإنك تسمع الهاتف الرباني يخاطبك بقوله فامنن أو يمسك بغير حساب تسمع في أذنيك هاتفا يهاتفك فامنن أو يمسك بغير حساب الله 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 ها أترك الأسمين وأذكر واحد هذا لما تسمع الهاتف في أذنيك أو من حواليك في الخلوة وحدك مستقبل قبلة على حصير على حصى أو على تراب لا حاجز بينك وبين الأرض التي خلقنا الله منها اسمع هذا السر العجيب ثم تتقدم بين يديك الأكوان قائلة لك نحن بأمر الله عند أمرك فافعل بنا ما شئت وخذ ما شئت فهذا المقام مقام القطب الفرد الذي به يرزق الله ويعطي ويمنح لأهل الدنيا أيها الأخ الكريم عرف قدر هذه الأسماء التي تمكنك من أنوار الله تعالى وعلومه الواتيد الذي هو قائم بإقليم من أقاليم الدنيا فلا شك أنها اسم الله العظيم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى فصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وتفضل وتكرم على حبيبنا ومولانا محمد اللهم يا رب اغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا واحفظنا واحفظ بلدنا واحفظ ملكنا واحفظ شعبنا واحفظ جميع الشعوب من الزلازل والأمراض والبراكين والفيضانات ومن الغلاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين لا تصلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تصلط علينا أعداء الدين إنك غفور ورؤوف ورحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام موسيقى